طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ لوقت اللي في شرح اول حاجة في الديفيلوب منت بتاع الكيدني اه اذا اش dismutiti انا هشرحه الاول على رسم كروكي اه اه مش نحابين الرسم كروكي يعني بس احنا محتاجين ان احنا نهبص على هشرحها رسم كروكي بسرعة مختصر خمس دقايق وبعد كده هنودي اقعد ا34 عم تفصيل لكن الاول خد الفكرة العامة الفكرة العامة بتقول ايه. الفكرة العامة بتقول ان انا في الفكرة العامة بتصل ان عندي تعامل عندي 3 مراحل برونيفرون ميزونيفرون ميتانيفرون يعني ايه الكلام ده الاول طبعا احنا هنشعكولنا حاجة بالتفصيل بعد كده فياعني ايه خد الكلام مني بس دلوقتي دلوقتي انت عندك ايه في حاجة هنا النقطة اللي اننا اسمه تحت باعدها ديت دي انترميديات ميزوديرم ماشيDAY اللي انترميديات ميزوديرم الخطين المتوعيزين ده 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 سيدرمير المهم هو ليس كذلك انها تعرف الفيديو طبعا وهنا اهم شيء بس تعرف الفكرة بتبدأ يكون على الجانبي البروني اللي هو الانترميديات نيزو ديرمي ده قنبوبة اسمها برونيفريك داكت اللي هي البرونيفريك داكت اللي انا اسمها باللون لازرق دي البرونيفريك داكت دي بتنمو 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 من كرينيال الى كودل من فوق لتحت بالمنظر اللي قدامكو ده في اتجاه الاسهم ده تمام وهي ماشية البرونيفريك داكت ديت بتطلع منها تيوبيولز التيوبيولز دي بتروح تمسك في الانترميديات ميزو ديرمي بالمنظر ده كل تيوبيول من دول اسمها ايه اسمها برونيفريك تيوبيول اسمها برونيفريك ايه تيوبيول تمام ده الايه البرونيفريك داكت تمام وبعد كده بعد كده بيبدأ تطلع حاجة تانية من البرونيفريك داكت ديت لو تلاحظ انها بلون تاني خالص حاجة دي اسمها ميزو نيفريك داكت انا اعملها بلون اخضر مختلفة عن مين عن اللون نزرق الفوق عشان ابين ان دي ايه ان دي امبوب غير الامبوب اسمها ميزو نيفريك داكت ويه بيحصل دي جينيريشن ماشي ليه الامبوب تماما يعني تقدر تقول بيحصل كده حلو البرو نيفريك داكت دي كلها بيحصل لها بدون ايه بدون اي فايدة تذكر تماما وبعدين فايدتها الوحيدة انها ممشية الى ادت الطريق او ادت البداية لمين للميزو نيفريك داكت اللي هو بالمنظر دا وبعدين الميزو نيفريك داكت برضو بيانمو من كرينيا الى كودال لحد ما يبصل لتحت في الحتة اللي هى الكلواكة اللي هي بحرف سي دي اللي هي ايه الكلواكة وهو ماشي برضو بيدي تيوبيولز بالمنظر اللي قدامكو دوت لانترميدات ميزوديرمن كامل طبعا واسمها ايه اسمها تيوبيولز دي اسمها ميزونيفرك ايه ميزونيفرك تيوبيول تمام طيب طيب دلوقتي رسمة على الشمال دي نكمل احنا كنا قلنا انه حصل ايه انه حصل دي جينيريشن لبرونيفرك داكت ماشي وبعدين الميزونيفرك داكت طلعت منها هو اللي هي باللون الاخدر بيقولك بعد كده انه بيبداء يحصل انفاجيينيشن للميزونيفرك داكت دية ببرانشات من الاورطة بالمنظر دا اللي قدامكم دا وبعدين الميزونيفرك داكت يوبي بيبدأ بعد كده انها تكون وحدات الاخراج هي زي النفرون يعني وبعدين وحدات الاخراج دي بتبدأ انها ايه تخرج اليورن وده في الفترة فقط الميزونيفرك داكت بيشتغل ان هو يخرج اليورن في الانترائيوترين لايف ايه بس وبعدين في ما حدث الآن ستبدأ ميزونيفريك داكت ستكبر ستكون لها دور بعد كم ستكون لها أنتظر في الميل وحيره بالشكل معمولة باللون البرتقاني مال بقية ومال بقية اللي هي طالع من الكلوقة لذلك الشيء اسمه يوريتريك بود الي عباره عن هتبدأ تعمل اللي فوق بالمنظر دوت اللي هي بالتجاهل الاسهم ده وبعدين هتروح تمسك في حاجة فوق كده اسمها آآ ميتا نفرك كاب عشان تعمل الكدني دعا نشوف اهو المنظر اهو دي الميتا نفرك كاب اللي احب نقول عليها اللي هي راحت الميتا نفرك داكت ويه لزقت فيها فبدأت تعمل ايه تعمل الكدني بالمنظر قدامكو ده ويه كونت الميتا نفرك دوت تكونت اليوريتارز ماشي ويه الكدني اتكونت وبعدين وبعدين بقى بيقولك ان بيحصل انتر اكشن بين اليوريتار ويه الكدني ده فبيتكون بقى الميجور كاليسيز والميجور كاليسيز وعندين الميجور كاليسيز ماشي آآ ويه طبعا بتاع اليورين في الكدني كده ده ايه ده المختصر ندخل بقى على الكلام المقصل بقى كده هنت اخدت فكرة عامة عن الموضوع نقدر دلوقتي نتكلم بقى الفكرة اللي عايز افكارك بها ان فيه فرق بين البرو نفرك دوكت او الميزو نفرك دوكت والميزو نفرك تيبيول الميزو نفرك دوكت دي دكت اللازلحي ماشي اجنب او مشتقة من الانترميديت ميزودرم طيب والت تيبيول دي الواصلة بين الدكت وبين مين وبين الميزو درم ايه في النص طيب هرى ابدأ نشرح دلوقتي اليورو جينيو ترسي تلفيديو سري دي الـ بعدها نقوم بالمقافي هنقوم بالمقافي تماما. وبعدين قم جايين نزلين قدام كده وقم جايين بصين. هتشوف المنظر ازاي دلوقتي. فاهم ازاي? احنا شلنا الحتة دي خالص. الحتة اللي ورا دي كلها شلناها وبعدين قم جايين بصين. عشان نشوف ايه المنظر. عسبنا نصين يعني. وبعدين نزلنا البص. طيب. الرسمة دي بقى ايه الحاجات اللي اتهمنا على الرسمة دي? حاجات اللي اتهمنا اا اول حاجة طبعا اللي فوق ده ماشي. ايه تحت ده للصفر ده اه بص بقى يركز. عندك دلوقتي ما بين الاكتو ديرم او الانذو ديرم طبق اسميها میزو ديرم. الميزو ديرم ده ليه تلت مناطق او ليه تلت اجزة. بارة اجزة الميزو ديرم كم ببارة اجزة يعني بجوار الاكسس بتاع الانبريو. واكسس بتاع الاكسس بتاع الامبريو. اللي هو مص يعني بتاع المحور الامبريو. فعشان كده الخيارس و six الخيارس و six الخيارس خيارس الخيارس ده 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 او اا اه قروس سيكشن وايدين احلا بصين مقدامه تعال بقى نشوف ااا من منظور تاني بص بقى انا عايز اكتركز فى الرسمة ودرواه هيتوريك الفولدينج تمام هنجد تركز على حتة معينة الحتة بتاعت الميزو ديرم دي فيه حتة يعني هتاخد منها كده ممكن تكون فاتتك بص بص تركز هنا هتلاقي فيه حاجة بيضة بتطلع من هنا شايف الحاجة البيضة اللي طلع دي دي اللاترالبليت ميزو ديرم اللاترالبليت ايه؟ ميزو ديرم اللاترالبليت ميزو ديرم بعد كده هتعمل حاجة صنع انترا امبريونيك سيلا الحتة الحتة الفتحة ديت بقى هتنفصل عن الحتة الغامة يعني الانترميديت ميزو ديرم هينفصل عن البر اجزي الميزو ديرم بص ودلوقتي اللاترال فعلا انفصل هتلاقي الانترميديت كمان انفصل بص بص الانترميديت انفصل فعلا انفصل وكون الدايرة ببيضة اللي قدام حضرتك الدايرة ببيضة ديت هي دي الانترميديت ميزو ديرم دي بقى شغلنا كله هيبقى عليها هو حتى مرار بك يقول لك ان ايه دية ايه الانترميديات ميزو ديرم ماشي طيب اه بص عايزة عايزة افاهمك حاجة هي ليه بنت كدايرة الانترميديات ميزو ديرم ده بنت كدايرة ليه لان هو بعد كده هيكون حاجة اسمها نفروجين الكورد يعني حبل او انبوبة ماشي الانترميديات ميزو ديرم ده بيكون انبوبة طويلة كده في احنا كدا ما هو بحاجة واخترة democratsعة انبوبة مثل انبوب يتقطعها من نصcionه فاينتت خيار لما انت عندك انبوبة Worlds من نصعها بعد كده هو فايل تشوف علي 중 التنوني علىôngص za شكل ديره فاينبوبة اسمها تعني شو فايل الأونبوب من نصنها علشان كده تيضير لان عبارة عن انبوبتين طويل جدا انشوف منظرهم دلت ادي الايه الانترميديات ميزو ديرم امبوبتين ولما احنا هطعناهم من نص شفناهم من فوق على شكل دير او اسمها ايه النيفروجينيك كورت اللي تحت دي كل واقع فورميشن اوف زا كدنيا امد يوريترز فورميشن اوف زا ميزو نوفروني انترميد نوفروني التكون فوق ده بري نيفروج داكت اما انه هناك ميزو نيفروج داكت اصدقى فوق الداكت تبعد تمام ميزو ديرم والتيوبول يوصل الحد الايان الانترميديات ميزو ديرم فهو مسودرم نعم اشترك وتقوم بتجميل الفيديو او هنالك رونافرك داكت وهنه رونافرك تيبيولز الانترميدية ميزو دهن برونفرك تيبيولز توصل بين رونافرك داكت والبرونفرك شركة ميزودرم رونافرك داكت تظهر في السيربيكر ليجون البحث عن حوالي 07 او بتظهر في الصيربيكر ليجون تكون من خمسة الى سبعة برو نيفريك تيوبيول كل تيوبيول تفتح فيه الانترا أمبريونيك سيلم تعالوا ناه评 في رسمة كدة للمنظر ده وبص رسمة على الزمان دي ايه؟ دي نيفريك تويبيول وددوكت الدايرة دي دكت والتي في النص ديه تيوبيول حلو؟ والحطة ديت دي انترا أمبريونيك كافيتي أو سيلم الحطة دي انترا أمبريونيك كافيتي أو سيلم هتلاقي الحطة الصفرة ديت بتفتح فين؟ بتفتح في الانترا امبريون الكافيتي اللي هي ايه عليها تيو بيول يعني. فالآآ ده طبعا ده ترانسفرس اكشن. فالآآ اللي عبارة عن ايه? ده عبارة عن داكت واصلة بتيو بيول. بتفتح فين? بتفتح فيه الانترميديات ميزو ديرم. وكمان بتروح على مين? بتروح على الانترميديات مين? ميزو ديرم. تمام? نكمل. برونفريك داكت طبعا. ايه المرحلة اللي بتبعد برونفريك داكت? عارفين وكمان نشوفنا من رأس مكروكي عارفين بياليها مين? الميزو نفريك داكت. هو بيالك. الانبوبة ديت اللي هي اللي باللون ده. دي ايه? ميزو نفريك داكت. تمام? اللي بيكونها مين? اللي بيكونها المثال برونفريك داكت. يعني servant برونفريكGreat هو اللي بيدي السكة وبيدي الطريق الميزو نفريك داكت انها تتكون. مدي فائدة برونفريك داكت الوحيدة. ماشي وابعدين بيبدأ يحصل مين للبرونفريك داكت داه? احنا طبعا برونفريك داكت داكت بيحصل له بكل حاجة. هو بيقولك ده كله عبارة عميزونيفرس. الميزونيفرس دا عبارة عن عن ميزونيفرس دا كنته an مين من ؟? تمام? عمالي الميزو نيفرك داكت يطول طيب علومات بقى عن الميزو نيفرك داكت كده اول حاجة طبعا هو بيظهر فيه الانترميديات بارد بتاع الميزو ديرم يعني هم كلهم مشتقين من الميزو ديرم يعني الميزو ديرم بيطلع بارد نيفرك دالت ويطلع نفس الوقت انترميديات ايه بيطلع انترميديات نيفرك داكت بيكون حوالي سبعين الى تمانين اس شابد ميزو نيفرك تيوب يولز يعني احنا عارفين طبعا موضوع الميزو نيفرك تيوب يولز ان هو الوصلة مبين مين مبين الانترميديات ميزو ديرم وبين الانترميديات نيفرك داكت يعني حتى هنا بص المنظر دا سبعين لا ترى ايه الوضع منانزر الاسس شفد بريينيفركة توبينج ومش واضح هنا منظر الاسس شفد الذي انا كممكن ارسمه لكم او الرسمة اللي فوق ديت ايه بيبتبقى عبارها عن ايه ؟ دي بتبقى عبارة عن ميزونيفرك داقت طبعا ويه ده طالع منه اسس شفد ايه ميزونيفرك توبينج وبعدين نرايح هنا علشان طبعا بيبقى هنا جليميريولاس كلمة جليميريولاس يعني عارفين انتم الشبكة المعقدة من الشرايين الارترس بتدخل جوه البومانز كابسول فاكرين كافية رسمة شهيرة كده كنا ناخدها في السنوية كان بيبقى عامل كده النفرون وبعدين فيه ارترس كتير كده بتدخل في الحتة دي صح تجمعات الارترس دي شبكة الارترس دي اسمها بوليميرينس دي اللي الدم بيدخل بقى منها وبعدين يحصل فلتريشن للبلوت جواها ويبدأ يدخل جوه ايه؟ جوه النفرون فده موضوع الاستشابد ايه؟ فقالك ان هو بيظهر في الانترميديات ميزوجرم تاني حين هو بيكون سبعين لثمانين استشابد ميزونيفريك تيوبيول وبعدين قالك كل ميزونيفريك تيوبيول طبعا بيكامز انفاجينيتد بايا برانش اوف دورز الاورطة طبعا لان احنا قلنا دلوقتي ازاي الاورطة يعني الاورطة بيدخل عند الحتة بتاعت الاورطة يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها انفاجينيشن وهو بيعمل اللي احنا احنا قلنا عليها وبعدين بيقول لك ايه? او بيقول لك يعني ام هو بيقول لك بين الميزونيفريك تيوبيول بتواصل ما بين ال.... يتواصل ما بين الاورطةلم داخلي احميل لها وبيكون انترنال ايه?! انترنال غلوبيول بيقول لك ان داخلي ايه؟ انترنال Shrim drawing في اسم اسم ليه؟ ونفرك داكت تاني اسمه وولفيان داكت وقاك قالك الميزونفرك داكت إكسكريتس يورين ديورينج إنترا ديورينج إمبريونيك وإنباري فتال بيريودز يعني الميزونفرك تيوبيول دي مالهاش دور في موضوع إكسكريتشان بتاع اليورينغير في أثناء الإنترا إمبريونيك أو الإنترا يترين لايف وبدايات حياة الفيتاس أو في الإيرلي فتال بيريود يعني وبعد كده قالك في نهاية الشهر التاني بيحصل في الميزونفرك داكت طبعا احنا كنا قلنا في نهاية الشهر التاني بيحصل لما كنا قلنا بتكون التستس في الميل فاكنين رسم الكروكي اللي احنا كنا نشرحنا في الأول عشان كده اتشرحتي في الأول إيه رسم الكروكي طيب بعد كده جايب جدول كده الجدول ده هنأجلوا دلوقتي هنشرحوا بعدين خلينا ندخل بس على مرحلة اللي هي مرحلة التالتة اللي هي الميتانفروس هي اسم تاني من الميتانفروس ده يعني الكدني بتطلع من الميتانفروس طبعا نفاخرين رسمياها لما احنا كنا قلنا انها بتطلع من حتة مرايبة من الميزونيفر من عند الكولواكا بعدين تطلع تقوم جاي ماسكة فيه الميتانيفر الكاب بعدين تبدأ تتكون طبعا الميتانيفر الكاب تعال بقى نشوف ده انيميشن ده تكوين طبعا الميزونيفر الك داكت لسه عمالي يكون وبعد كده يكون بقى ايه بيوصل لحد بيتهي الميزونيفر الك داكت فيه الكولواكا من الكولواكا هيطلع بقى الميتانيفر الك داكت دلوقتي او قريب يعني من الكولواكا هو الاول ماشي يعني هو فيه سيكشن كده هياخده دلوقتي هنقطع هنا كده وتعال نبص تتوقع عن احنا ايه هنشوف الكل الانبيب هنشوف على هيئة دوائر تمام فتعال كده نقطع كل دول هنشوفهم على هيئة ايه على هيئة دوائر او تعالوا بقى نشوف البيانات مع بعض اه طبعا دي ايه دي الميزونيفر الك داكت الليها كان لها لون هنا بنفسجي او مش لون بنفسجي يعني قوي الليها كان لها لون غريب كده البرتقاني اقرب يعني او الميزونيفر الك داكت بعدين دي الميزونيفر الك تيبيول طبعا ديت البومانز كابسول وده التجلوميريوس قولنا التجلوميروس دي عبارة عن نجمعات الارترز اللي دخلة ايه دخلا جوا البومانز كابسول ده كله على بعض النظام ده كله على بعض اسمه ميزونيفرس ماشي. بس ده اللي يهمنا يعني هو اخد سيكشن يعني عشان تفهم اكتر يعني. الفورميشن بقى بتاع الميتا نفرولي. اللي طلع ده? اللي طلع ده الميتا نيفريك ده. طلع من اين طلع من عنده كل واقع قريب من الميزو نيفريك ايه? دكت. طلع على شكل يوروتيريك باد. تقيني الحتة دي. هتطلق الحاجات اللي هو البيانات. هو يوروتيريك باد او ميتا نيفريك داي بريتيكولم. نحبسك في مين? الميتا نيفريك كاب او الميتا نيفريك مزنكاين. بص والله يحصل. هيبدأ طبعا يعمل ايه? يعمل برانش ايه هو الميتا نيفريك كاب. انا مش عارف احنا كن نقول فين فين. احنا كن قلنا ان هو بيحصل فيه الدايفريك كلا من ديها او البيتريك باد. تانية هترفع الكدني فيه من. عمالية من الالونجيشن في عمالية يزققها. عمالية يرفع كدني فيه البستوريو اب دون الول لحد ما يوصل فين لحد ما يوصل للابدومن. لو تاخد بالك الميتا نيفريك كاب دي. ده عبارة عن اللوار بارت بتاع انترميديات ميزو ديرم. طبعا الناحية اللي هو اللون البيرسجي ده. فقط الميتا نيفريك كاب دي عبارة عن اللوار بارت بتاعه. لكن بعد ما حصل ايه? بعد ما حصل سيجميديشن لانترميديات ميزو ديرم ده. فكون ماس بالمنظر ده. ماس هنا هو ماس الميزوديرم بتاع الميت النفر الكاب هيبدأ اما كانت تتميز طبعا ده كان الحيطة اللي جاي في الفيديو طبعا النفرون عبارة عن بومنز كابسول ايه بومنز كابسول وكلوميرولاس وبروكزيما الكنفليوتر تيبيول اللي هي بروكزيما تيبيول ولوبوب هيرل ودستال تيبيول ودستال كونفليوتر تيبيول ودستال كونفليوتر تيبيول تتتحقن تتحقن 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 مع بعض علشان تعمل المينور كاليسز فدستال تيبيول تتتحقن المينور كاليسز علشان تكون تكون معانا فيديو الريلوكيشن بتاع الكدني اللي احنا كنا قلنا عليه لما بيحصل اللونجيشن في الضيوكورتيكولم بتاع البري نيفريك داكت تعال نشوف المنظر بتأمل في البيانات يعني بيحصل اللونجيشن للكدني طبعا الفوق دي السوبر ريناج لامدا ده اليوريتر بكدني جاحت مكانها اهو دي طبعا الميزونيفريك داكتور قلنا وكانها هتكون بقى التستس وهيبقى لها دور في الجينيتال سيستم بس كده كده احنا خلصنا الايه؟ الميتانيفرس الجادول دوت يعني اغلبه جينيتال فاحنا هنأجيله لاماليين يشرح جينيتال سيستم وعدين هنرجع نقوله تانية وعد كده ايه؟ دلوقتي هندخل في الديفلوبمنت بتاع اليوريناري بلادر ايه كونيريريبلادر فاحنا في ان شاء الله 3 دقائق بالزبط اول حاجه اليوريناري بلادر دية منزر ما اقامكم الالكلواكة Watts okak Jenna talk avec strike ايه بござيين غير بالبقى؟ بيقولنا عارفينيцашеكتورينا كلمه بقى فذيكو يوريثراكانال boa ويجزء تحت ان دلوقتي ملايش علاقة به. المهم ان الفيزاكيوريثرا الفوق ده ده هيكون لي دور في تكوين الاه? هيكون لي دور في تكوين يوريني بلادر. ماشي. اه بعد كده عايزين نقول ان يوريني بلادر ديت ليها تلات اه تلاتة سورس بيكونوا. اول حاجة الاندوديرم بتاع الفيزاكيوريثرا ده اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده. تاني تاني مصدر اه للكلام ده هو البروكزمال بارت بتاع بيشارك في تاكنيو يوريني بلدر يبقى قلنا بروكزونا بارت بتاع الانتويز ويقولنا الفايكو الريثر كنال هو الديستال بارت بتاع الانتويز ده بيبقى اوبيتريتل بيتقفل ماشي واسمه يوليكاس ويكون حاجة اسمها ميديان أمباليكالليوان كنا خدناها في الامدم بتاع سنة اولى طيب احنا قلنا دوقتي مصدرين لالفورميشن بتاع الانتويز اندو ديرم وقلنا بروكزونا بارت بتاع الانتويز اندو ديرم ثالت مصدر الريحيم وهو هو الميزو ديرم وميزو نيفرجد Libra الميزو نيفرجد Libra تكون كنا قولنا الميزو نيفرجد obligeد ضبعا بال신طار энدوين ديvat دي ميزو نيفرجد ديوت كنا قولنا تلاك د państwo دور في تكوين التستس فيمتانفر해주س يقولك ان يحدثbas joining the neut 19 تايب لما يحصل كمان انتنين لازقين في بعض هحصل لخلفتين انتخدت فايدتين الفايدة الاولى انتخدت تتكون trifon trigon او المنطقة الخلفية في blerator فهتبقى amazonimer. تاني فايدا ان هي كوانت المنطقة الخلفية اا تاني فايدة ان ان حصلها بعد ما حصلها absorption كوانت المنطقة الخلفية وهي بيحصلها absorption سحبت الميتانيفرك داこれ piùما بعد هاتكون اليuretor اليuretor ده عشاء اا فانا ايه فايدتي لما يحصل اليuretor absorption لنه Ю尼 pulader لا انت كده وصلت مفن بين哇 nd and the Hub فكده تقدر انك ايه اا اليورين الي جاي من 올ي ايا اليورين الذي اللي عملته تقوم جايب ايه محطاه في اليوليتر ويدخل جوه ايه يدخل جوه يورنيري بلادر تعال بقى نشوف الفيديو او عرفش احنا بقفين عند فين المهم انه احنا قلنا ان في اه سيباريشن ما بينهم هما الاتنين اه مفروض ان هما الاتنين بلتحيمين في بعض فدلوقتي هيحصلون سيباريشن عشان كده قلنا الميزو نفريك دوت لم تمتص بتاخد معا مين بتاخد معا ميتا نفريك دوت دلوقتي احنا بصين ازاي نبصين منظر خلفي لليورنير بلادر الوقت يجيين ورا لليورنير بلادر وبنبص عليها وبنشوف ايلا هيحصل فاتعال نشوف ايلا هيحصل او بيحصل ابزوربشن ليه بيحصل ابزوربشن ليه الميزو نفريك دوت وفي نفس وقت خادت معاها الميتا نفريك دوت فكونت التريجون الورا ونفاصل لهم الاتنين عن بعض اهو بالشكل ده طبعا هتعمل ايه فيما بعد اه طيب منتخل بالميليوريثرا او الانوميليز اول حاجه اسمها يوريك الفيستول يوريك الفيستول ديت لها طبعا رقم ايد على الشمال ديت بيقول ان هو بيحصل فيه فيه لبليتريشن بتاع اليوريكس افتر بيرفليدين باتوقه دريبلينج أوف يورين فروم زمباليكس يعني دريبلينج أوف يورين فروم زمباليكس يعني اه تلقي الطفل دوت بيطلع بول من اه من السورة بتاعته ماشا نتيجة اه نتيجة ان اليوريكل فيستولا ديت ان الطويز ما حصلوش ايه يقول لك يعني حتة كلها حصل فيها معاها حتة معينة فيبقى ايه يحصل طيب اخر حاجة خالص حاجة اسمها يعني البروجزم البارت بتاع البروجزم البارت اما جميع البروجزم البارت مفتوح بيتاني مفتوح اخي القيام يسمى اكتوباف الزايكة ان ايضا اكتوباف الزايكة ايضا سيزنى الاقتباد ا الكلمة خارجية يعني لا تأتي بلدر مع الوريني البلدر يحدث ان اتحدث عن مكان ولدر سيزنى الاقتباد مع الاقتباد ايه السبب بقى بموضوع الاكتوبية فزايكة؟ اول حاجة انت لو تلاحظ الوليني بلدر مخرومة او مش مخرومة يعني مفتوحة الكافتة بتاعها مفتوحة ماشي؟ ليه بقى؟ قالك حصل حاجتين اتنين اول حاجة ان حصل في تكوين الانتيريول بتاع الوليني بلدر يعني الوليني بلدر نفسها حصل الانتيريول بتاعها متكونش بشكل صحيح وملاحمش على بعضه تاني سبب ان الابدوميلا الولين الي اتباع الفتحة اللي هو طالع منها لديتان حصل فيها كما ف presentations ممشقgranate وانتيريول بتاع tesл � المسب sure او رائحة prophesial تعمل حاجة الانتيريول بلدر الانتيريول بلدر ايه برضو ما قفلتش فنتيجة ده هتلاقي اليولان البلادر اما جاة طالع برا ايه برا الجسم خاص والما جاة برز البرا بالمنظر اللي قدام حضراتكو ده الحالة دي عرفتم حالة نادرها جدا 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 وبتحصل في الميلز عن ايه؟ عن الفيميلز في طبعا في صورة برضو تانية للأكتوبية بزايكة ده برضو منظر اكتوبية بزايكة هو عشان بس ايه لو تقبلكو في يوم من الايام ديقدر تقدر تعمل لها ايه؟ طيب، ندخل علي نتكلم علي الميل يورثرا الميل يورثرا canci Coll visitor و ممبرينيس بارس الميل يورذرا المي blowing 'll be the body وبعدين الاسبونجى او البينايل يرسترا اللي هي الحتة ايه اللي بتمر في البينوس طيب هو كده ايه قريتك ايه قريتك ايه يا بتاع البرستاتيك يرسترا عن ايه يدور الغروريسرا للحجتم بيسارة وانه قريتك القريتك ايه فقريتك البرستاتيك يرسترا اللي هي فوق مكان دخول الاججومياتو الملف من مكانين اتنين او الحاجة من الحاجات القريبةier لانديو ديرم المنätte الفوذائكيوريثرا عاية الفوذائكيوريثرا كينال فهاي قالك ион habr على نفس جيد ال Real splitting هو العقل ال UCS في السنو acerca المنكس ينعين لتكون الجزء بالتعامل وكمان بتقوم بتعمل اباربارت اباربارت بتاع البروساتيك يوريثرا فايبكه اباربارت بتاع كوريثرارو실� acceptance واحد ما Smart Karma لابا ان تاء بعد الحديثم غير البوروساتيك يوريثرا البيوتر الرسابة تسليم ما لولوا بداها بيشترك مع المبيرينوس يوريثرا هما الاثنين بيشتركوا في نفس الأورجين اللي هو ايه؟ اللي هما الاثنين بيطلعوا من definitive urogenital sinus فين definitive urogenital sinus خلينا على الرسمة الرقمية كده عشان نبين definitive urogenital sinus definitive urogenital sinus اللي هو الحتة دي كده يبقى البروستاتيك يوريثرا عايز تفتكرها تفتكر حاجات القريبة منها القبر بروستاتيك يوريثرا مين القريبة منها الفازايك يوريثرا كنال والميزونيفريك اللي يبقى بتكون الدكتاس ديفرنس طيب واللور مين بيعملها اللور بيعملها الـ definitive urogenital sinus طيب الـ esponji يوريثرا او الـ benign urrethra الـ esponji يوريثرا او benign urrethra هو الاول ايلك السورسز بتاعتها لكن انا اقولك السورسز في الاخر و بعدين اقولك يتكوين ازاي عشان تقترع بموضوع السورسز ده فهنشرح دلوقتي الدفلومنت بتاع الـ esponji يوريثرا بص يا سيد خلينا في الرسم الرقمية دي الاول اول حاجة الحتة اللي تحت دي احنا متفقين اسمها ايه definitive urogenital sinus او urogenital sinus اختصارا يعني ماشي و عام متفقين انها ايه انتفقين انها اندوديرم تمام قالك اول حاجة بيحصل ان تبدأ اندوديرمال سيلز من definitive urogenital sinus من الفالك الفالك بارت بتاع urogenital sinus حرفين طبعا احنا اسمنا ب كار urogenital sinus قلنا انه فيه بالفك وفيه فالك ماشي الفالك بارت اللي هو ده الحتة دي تقريبا بتبدأ انها تعمل حاجة اسمها يوريثرا بليت في المنطقة دي تعمل بروسس كده بالمنظر اللي قدامك ده ماشي تحت مين تحت الحتة دي الحتة دي اللي هي مين الحتة دي اسمها او الفيلس او الفيلس ده اللي هو بدي بقى برميتف بينس يعني خلينا نكون دقيقين شوية في كلامنا تاني هو الاندو ديرمال الاندو ديرمال سيلس دي اللي هي جاية من جاية من الفالك بارت بتاع difيرنتف يوروجينترا ساينس بتعمل بروسس تحت الحتة اللي هي دي الحتة دي اسمها ايه الحتة دي اسمها فيلس او بريميتف فيلس او بريميتف بينس طبعا هي احتودرمال ان اورجنز ما هي موضح قدام حضراتكم بتعمل بروسسس او بليت اسمه يوريثرال بheet وبعدين هو الاسد مفيش رسمة للكلام ده يعني ايه توضح او الموضوع ده فيعني ايه عايزك تركز معي وتتمتع شوية بقدر من الخيال يعني المفروض اعتبر ان ده اللي ايه اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو نزل تحت مين تحت البرميتف فينس واعتبر اعتبر الحتة دي ايه دي حده اعتبرها البرميتف فينس ايه ناخده الحتة دي كده ايه دي برميتف فينس تمام والحتة اللي هي باللون لازرق دي ايه دي قولنا اليوريثرة اللي هي مكوناة من الندوديرمال سيلز تمام تاني المنظر الرئيسي كان هوا ده كان طبعا وسأقله السكشن واللتurn فيو تمام打 بتبع لك اعتبر ان ايه المنظر ده بقى فرونéral فيو عشان تتخيل المنظر وانزل تحت مين الحتة اللي باللازرة دي اعتبرها مين الاندوديرمال ايه الاندوديرمال تمام وبعدين هيبدأ الاندوديرمال دي لتحت بريموتوف في ناس اللي لنا عمل حواطو باللون الاحمر دي هيبدأ يكون جروف هيبدأ ايه يكون جروف بجوة يعني الحتة دي كده هيبدأ يحصل فيها جروف بص بقى الرسمة دي خلينا افرقهم ايه الاول احنا قلنا ايه قلنا الحتة اللي فوق ديت الحتة بقى اللي هي الفنترل احنا كنا ايه كنا لسه حالا بنتكلم بنقول الحتة اللي هي اللي قدام بتبقى ايه بتبقى بريموتوف والحتة ابقى بيجي من تحتها مين؟ upwards من تحتها اليندو ديرمال سلس اليندو درمال سلس كون جروف بالمنظر اللي قدام اسمه يوريثرا جروف استيميكم الكلام عن الرسمة عشان ده اصلا كل سيف يكتوب الجروف ده اسمهم يوريثرا الفولز تاني عشان متطهش مني احنا قلنا عندنا حاجة اسمها بريموتف ايه بريموتف فينس اهو جي من تحته اكتودرم ايه اندودرم عمل ايه عمل يوريثرا بليد وقف عند جلانز بينس تمام قلنا الرسمة اللي قدام حضرتك دي اعتبر الحتة دي بريموتف فينس عشان بس ايه تشوف فرونتال فيو يعني دي بريموتف فينس ودي ايه ودي اندودرم اللي هي ده هيبدأ ايام الجروف هيبدأ ايام الجروف ازاي؟ هيبقى بالمنظر اللي قدامك ده ايه دي اهو عمل جروف اهو الجروف ده سميناه ايه؟ سميناه يوريثرا الجروف والادجز بتاعته سميناه يوريثرا الفولز تمام؟ وبعدين هتبدأ اليوريثرا الفولز دي فيوز تو ايتش ازر هم كل واحدة فيهم هتلتحم بالتانية فيه الميديام بلين المنظر اللي هي صورة بيه اللي قدامك دي احنا اخذين السكشن ده ازاي يعني تخيل انت واقف قدام واحد ماشي او الامبريو الامبريو فيوشك اهو انت واقف قدامه على طول تمام؟ وبتشوف المنظر المنظر ان فيه بريمتف فينس اهو فوق اكتوديرمل وفيه الحتة اللي تحته دي اندوديرمل عملت ايه؟ عملت جروف المنظر ده اهو تمام؟ عملت جروف لجوه اهو وبعدين هتبدأ حفتين الجروف ده تقفل اهو قفلت اهو المنظر ده اخذينه ، انت واقف قدام الامبريو تمام؟ فيبقى يجبا قدامك اهو تحته بيبقى فيه بيكون جروف اهو بعدين الحفاتين بطوع جروف هيبدأوا ايه؟ هيبدأوا يقفلو لما قفلوا عملوا ايه؟ عملوا يوريثرال كنال عملوا اليوريثرال كنال تمام؟ اليوريثرا كنال دي من وره هتوح تفتح فيه الفزايا يوريثرا كنال اللي هي بتكون الجول بلادر ومن قدام بقى في حاجة هتحصل من قدام اليوريثرا كنال دي مش هتكمل لحد الاخر المال اللي لا يعصى هتكمل لحد الجلانز بيناس بس احنا اصلا قيناة اندوديرما السيلزة اساسا كان مكانها لحد الجلانز بيناس بس فهي اساسا هتوقف عند مين عند الجلانز بيناس وبعدين هتبدأ من الجلانز بيناس طبعا اكتو ديرما السيلز هتبدأ تهاجل وتدخل ده جهة دي وهتطلع منين بالذبط؟ بتطلع من الجلانز بيناس بالذبط بتطلع من الجلانز بيناس اكتو ديرما السيلز وتبدأ انه هي ايه تبدأ يحصل كورد من الطريقة وتبدأ اكستنز باكورز تتمدده الوراء بالمنظر وهي الحتة السودة لحد ما تقابل من؟ لحد ما تقابل الكنال وهي الهيه وبعدين الحتة كده مزدودة يعني افرد واحد لوقت يريد ان يدخل الحمام يعني الحتة كده مزدودة وبحصلها بعد كده بعد كده الهيه وبعدين بحصل بعدها بحصل الهيه وتمتده لحد اخر وبتعدي في الجانزة ماشي هذا المنظر النهائي فيه رقم دي بعد كده فيه حاجه باسمه هايبو اسبيدياس هايبو اسبيدياس دي فالجروف فيه الاندر سيرفس بتاع الهيهيه بالمنظر اللي قدامك ده انواع مختلفة من هايبو اسبيدياس يعني الحفتين بتوع الجروف دول مقفلوش بشكل كافي او بشكل Saint نتيجة ده على فكرة تلاقي العيانة اللي عنده هيبو اسبيدياس ده bayطلع يورم من الحتة دي كده من الحتة اللي فيه ايه من الحتة اللي فيها وهذا طفل هو عنده heir هايبو اسبيدياس بيطلعع HE соответset الإبو اسبيدياس بقى الا therapist بالمنظر اللي قدامكو ده فالدورثرا تفتح في الدورزن بيناس هذا يكون بسبب منافع الجلنزا كما تعرفين جلنزا بيناس ما هي فى موضوع التعمل الدورزن بتاع البيناس فهو يكون عايب في جلنزا بيناس حاجة اسمها جينتال تيوبيركل الجينتال تيوبيركل هي الجلنزا بيناس في محة والاجلانس اتق찹 وبنحن يحصل في وضع tekla yeni Otherwise glansabinous تكون تحت جدا امن عن مجرى اليورثرة فنتيجه هذا أن اليورثرة تقEs تحت عن مجرى اليورثرة بعد ذلك مع lameus midi تفتح جوه danse bens physical بسبب منظح لما تفتح وفتح فتح الغ~~~ العقور من الجلانس ايضا بعد ذلك educational and extensive hub يعني الريثرا حصل فيها استينوز بسبب ماروينج في الريثرا كنال بسبب انكمبيليت كاناليزيشن يعرفين طبعا ان المفروض ان يحصل كاناليزيشن بعد ما الاكتو درمال سيزم تده بذهاجر داخل الريثرا كناليزيشن فهو ممكن يقول لك يحصل استينوزز بسبب ايه بسبب انه حصلش كاناليزيشن بعد كده بس كده في ملاحظة اخيرة قال لك ازاي بتكون البروستيب جلاند قلنا لك البروستيب جلاند ديت تناديها طبعا الرسمة اللي احنا كنا اقيلونا عليها ديت ديت اخي ممكننا قي لان البروستيب جلاند دايت فى بحفزة هنى بمروستيب جاولثرا هنا بمروستييت ؟ طبعا انتو ديرن بيل alto فبيقول لك ان البروستيب جذب بتبدأ اتطلع انابيب الماشي النابيبнокهر ب appro 선생 carrot البيب soll 다음에 Hotspan بämعن اصح البيب الض بتحصلها لكني كاناليزيشن عشان تعمل البيو لاي نفس الالفيو لي دي بعدها تعمل داكتس بالجلاند والكونيك تفتشه الكابسول سراؤ نزر ميزوديرم طبعا برضو ميزوديرم وده من ضمنها الميزوديرم اللي هو بتعمل الداكتس يعني بس عشان نحس الناس تلقبطد سيبك بقى مصورة دي تعايزيني بصورة فاضية كده يعني تخيل ان ده ايه سيبكم مصورة اللي فوق دي انا بس تهرسم تحت عشان ما يمفعش هرسم على حاجة أن يعيب فني يعني. خلونا بس خلوك في الرسمة بتاعت. المفروض ده ايه دي اليوريثرا الكنال. ماشي. المفروض طبعا عبارة عن نيندوديروم. ماشي. بيطلع منها ايه? بيطلع منها اه بادز. خمستاشر الى عشرين بادز. خمستاشر عشرين بادز دي بتبقى طبعا مصمتة. فهيحصل ايه? فهيحصل لها وبعدين تبدأ البادز يتكون بقى يتكون الالفيولاي. والالفيولاي دي بعدها تكون بتاعت بتاعت البورستيت جلاند. المهم يعني طبعا سطر كده يعنى. علق sebel much부분 Blazena. قال لك بقى. اخر حاجة خالص الاهs بتاع الفيميل يوريثرا. قال لك. الهول في يوريثرا. وتطلع من اليوريان والبلادر. من الاندوديرني بتاع البازايكو يوريثرا الجانال. يعني كل الفيفيني ل rhoi يوريثرا بتطلع من اندوديرم بتاع البازايكو يوريثرا الجانال. بيطلع شباه بتاعت. والاخطيم ده فيتكساميات بورستاقي وادر والور وبر ارول ومبريناس. وكلام ده كله كني احنا خلصنا اليوريانة الFr